لم تمر سوى أيام قليلة على حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم أمام الملأ في السويد حتى جاء رده بقوة من مدينة أم المساجد بتخريج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله فحتى الأطفال هنا نشأوا على حفظ القرآن منذ صغرهم الرحمن علم القرآن فاللوجة أن ترد ردا عمليا على الذين تعدوا على كتاب الله عز وجل واستهانوا به وحرقوه أمام العالم جاء الرد عمليا على من استهان بكتاب الله وتعدى عليه أن يكون تمسكنا بكتاب الله خلقيا وروحيا وعلميا وثقافيا ننهل منه العلوم الشرعية لأن القرآن الكريم هو يدعو إلى الأخلاق يدعو إلى الطاعة يدعو إلى العبادة يدعو إلى سمو الروح فعجزوا عن أن يجاروا وأن يقابلوا الحجة بالحجة فلجأوا إلى هذه الوسيلة الدنيئة وهذا الفعل القبيح وهذا إن دل أيضا فإنما يدل على أن الخير قادم لهذه الأمة على رغم أن في هؤلاء الحاقدين الكافرين المبغضين ويؤكد علماء الفلوجة ومشايخها أن مساجد المدينة ما تزال تستقطب عشرات المشاركين من الذكور والإناث الراغبين بحفظ القرآن الكريم كاملا وأن هذه الحادثة لم تزدهم إلا عزما حتى وصل العدد إلى مئات الحافظين والحافظات لكتاب الله في مدينة المساجد عندنا اليوم مشروع الألف حافظ كتاب الله عز وجل بدعم ديوان الوقف السني كذلك الآن كثير من الأطفال والصغار يحفظون القرآن عندنا دورات دائمية لكتاب الله عز وجل كل ذلك يدل على أن القرآن ومسيرة القرآن مستمرة ولا يضر السحابة نبح الكلاب أبناء محافظة الأنبار يجددون دعوتهم إلى الحكومة العراقية لردع كل عمل من شأنه أن يسي إلى المقدسات الإسلامية وذلك من خلال إغلاق السفارة السويدية ومقاطعة البضاع من محافظة الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة